نعم والآن تنضم إلينا المحامية ناريمان شحادي زعبي وهي من وحدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مركز عدالة مرحبا بك مساء الخير يعني بداية برأيك السبب أو هناك ادعاء بأن عدم استفاء المعايير ولكن في حقيقة الأمر للمجتمع العربي أيضا خصوصيته في كل هذه القضايا للعائلات المستورة أو العائلات الفقيرة إلى أي درجة من منظور قانون التاري بأن ما حدث في توزيق هذه الميزانية هو غبن قضائي وقانوني مورسة ضد الجمعيات العربية بالطبع يجدر التنويه بالبداية أنه هاي المنحة لحد سنة 98 كانت حصرية للجمعيات اليهودية بعد التماس عدالة المحكمة تم تعديل المنحة وفتح باب للجمعيات العربية للتقدم لإلها ولكن يعني يبدو أنه التغيير كان شكلي فقط يعني من دون ما يأخذ في الحسبان أي خصوصية للجمعيات العربية بالتالي إحنا نرى أنه عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة بعد فتح الباب لجمعيات العربية يصعب عليها استفاء الشروط ويعني من هون جاءت مكاتباتنا مع وزارة الرفاه الاجتماعي وإدعاءنا أنه صحيح أنه أنتوا تدعوا أنه المعايير متساوية ولكن هي غير عادلة لأنها لا تأخذ في الحسبان خصوصية الجمعيات العربية طريقة عملها العوائق التي تواجهها بالتالي يصعب على الجمعيات العربية أنها تدخل على هاي الدائرة أو أنها تتحدى جمعيات أخرى وتتنافس على المنحة المخصصة لإلها فبالطبع يعني هناك تمييز صارخ حتى لو لم تكن هناك يعني نية لدى الوزارة أن تقوم بهذا التمييز بشكل متعمد يعني في النهاية هاي الواقع بدل على أن هناك عنصرية كبيرة اتجاه الجمعيات العربية بالتمثيل الضئيل في هاي المنحة يعني رغم أن المجتمع العربي في هذه الحالة يستحق ما تسميه أو يعني ما يتم تناوله على أنه يعني تصحيح أو تفضيل مصحح لمجتمع لم يأخذ فيه السابق أي ميزانيات والآن حتى وإن أتيحت يعني لا يزال لا يحصل عليها طب ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها أولا الجمعيات ثانيا هل عدد الجمعيات في المجتمع العربي الذي يتقدم للحصول على هذه المنح يعني هو مجتمع يعني هو عدد كاف يعني هل مؤسساتنا فعلا تتوجه للحصول على هذه الميزانية أم أنها تكتفي ربما بمواردها الاجتماعية ونحن نعرف أنه في مجتمعنا العربي هناك الكثير من الجمعيات التي تهتم بشؤون العائلات المستورة ولكنها يعني تعتمد على موارد أخرى ربما أولا يعني الدور الأساسي هو لازم يكون دور الوزارة وليس دور الجمعيات يعني في نهاية الأمر هون الجمعيات هي وسيلة حتى الوزارة تعطي العائلات المحتاجة دعم بما أنه الوزارة ما عم تعطي هذا الدعم بشكل مباشر لهيك على الوزارة إنها تقوم بإعادة حساباتها وتتأكد إنه الموارد تصل للمحتاجين عن طريق الجمعيات بالتالي إنها تعدل الشروط يعني بالنسبة لعدد الجمعيات يعني أنا متأكد إنه فيه كثير من الجمعيات اللي بتعمل في هذا المجال ولكن قسم منها زي ما ورد ما بتستوفي الشروط اللي بتضعها الجمعية يعني إحنا في نهاية المطاف توجهنا للوزارة وطلبنا بتخصيص في السنة القريبة مبلغ 20% من المنحة حتى يتم توزيعه على الجمعيات العربية اللي بتتقدم للمنحة يعني من هذا المنبر أنا بطلب جمعيات العربية الفاعل في المجال إنها تتوجه لإلنا بحيث ممكن إنه بحال هناك معايير موضوعية لا تستطيع أن تستوفيها يتم التقدم بالتماس للمحكمة لتدخل وتغيير الشروط وضمان وصول المساعدات للمحتاجين من المجتمع العربي اللي طبعا زي ما إحنا منعرف تقريبا نصفه يعيش تحت خط الفقر ويعاني من إنعدام الأمن الغذائي بالضبط هذه المعلومة التي كنت أريد أن أخذ بها أن معظم أو أكثر من 50% من المجتمع العربي هو تحت خط الفقر ويعاني من الفقر إذن قضية وكأن قضية عدم استفاء المعايير هل هي تضاف لتجاهل متعمد خصوصا أن المراسل مجد دانيال كانت قد تحدث عن قضية أن حتى الجمعيات التي تتقدم للطلب بالميزانية تحصل على جواب بعد أكثر من نصف عام إنها تستوفي أو لم تستوفي ولا يسمح لها طبعا بتعديل أوراقها حتى صحيح يعني وهي واحدة من النقاط اللي ممكن على البزارة أن تقوم بعادة الفحص الذاتي يعني وفحص العوائق أمام الجمعيات العربية القيام بحملة لتشجيع الجمعيات العربية على التقدم للمنحة نشر المعايير باللغة العربية يعني هناك العديد من الأمور اللي ممكن أنها الوزارة تتخذها حتى يعني تزيد من احتمالية نجاح جمعيات العربية بأنها تستوفي الشروط وتحصل على الأموال اللي هي بنهاية المطاف يعني سوف توزعها للمحتاجين وكان لنا العديد من المراسلات مع الوزارة حتى تقوم بإعادة كتابة هذه المعايير بما يتلاءم مع الصعوبات اللي بتواجه الجمعيات العربية طبعا يعني على الوزارة أن تقوم ببحث مثلا للخوض في هذه التفاصيل والتقرير بحسب نهاية المطاف ما يحتاجه المجتمع والمحتاجين من هذا المجتمع نعم ويبقى السؤال هو هل ترغب الوزارة حقيقة في أن تبحث في هذه القضية وتثيرها المحامية نريمان من مركز عدالة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر